متفرج نفسه بقى الرجل اللي بيجي المعرض وبيشوف كل ده هل زائقت المصريين غير انه بس مجرد الاحساس يعني هل احنا في مدرسنا في تعلمنا هل احنا في مركزة الثقافية هل هل احنا في اعلامنا بنقول للناس ازاي يقروا اللوحة ازاي يقروا الفن الحقيقة سؤال جميل جدا لكن للأسف الشديد الاجابة عليه انه ده مش حاصل يعني اولا بداية التعليم في الجامعات المصرية في مجال الفن تحديدا هو توقف عند زي ما كنا نتكلم عن دي بيكاسو تقريبا انه خلاص ده اخر حدث حصل وبالتالي هو ما 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 تابعش الاحداث اللي حصلت بعد كده وهي كتيرة جدا الحقيقة المتغيرات اللي دخلت على الفن بعد كده كانت متعددة فهو اه الفنان مضطر يعني في بلدنا انه هو يبتدي يحاول يتابع بنفسه طبعا الانترنت سهلت كان قبل كده كان فيه صعوبة اللي يحصل على المجلات او يعرف يتابع اللي بيحصل بره بس الوقت يبقى الموضوع اسهل شوية الانترنت فتحت الدنيا فالتاني بترى يشوفوا اللغة اللي بيحصل وغير السفر طبعا وغير السفر الحاجات دي كلها لكن الاسف الشديد احنا فعلا زي ما قلت يعني فيه صعوبات كتير قوي هنا في قراءة اللوحة في التفاهم معها والتعاون معها بس اه 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 اللوحة العمل الفني يعني ممكن يبقى نحت ممكن يبقى يعني اي طبعا فيه ناس كتير بترى يعني من نتيجة انها متزوقة للفن بترى تتفهم الموضوع ده تتتجاوب معا طبعا فيه بعض الفنانين بيلجأ ان هو يكتب تكست او 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 شرح انا مش من المؤيدين او للفكرة لانت بتوجه الناس انا مش عايز حد انا مش شايف ان ده بيبقى مفيد اوي للفنان مفروض ان العمل يوصل لك حاجة الاول وحتى لو مش هي اللي قصدها الفنان بس هي في الاخر لمست انت عندك حاجة مؤينة وده هنا بقى اللي بيخلي العمل نفسه ممكن يبليه اكتر من معنى انا شايفه بطريقة بس هايك شايفه بطريقة تانية ده على العكس ده لا يفسد اللي ود قضايا على العكس ده يوسع الدايرة يخلي الفنان يشوف يتعلم اكتر من عمله يعني انا مثلا بعمل عمل في السوديو بتاعي طول ما هو انا بشتغل انا بفكر في حاجة مؤينة ودماغي مركزة في حاجة مؤينة مجرد ما بطريت اطلعه برا في الشارع لقدام الناس او في مكان عام والناس حتشاهدوا ببطري اشوفه بشكل مختلف اولا ازاي حتعمل مع المكان وحبق شكله ايه والتفاعلات وممكن اغير في العمل نفسه اثناء فعلا اه طبعا